في سؤالين جايين لي يا جماعة مهمين جداً عايزة جاوب عليهم السؤال الأولاني بيقول يا عبد الناصر وضح لنا ماذا يعني عدم استكمال كأس مصر وعدم لعب مباراة السوبر ده الأهل بيقول إنه مش علق بكأس مصر وعشان زيدك من الشقر بيت ما هي العقوبة التي تنتظر الأهلي في عدم استكمال كأس مصر طبقاً لللاقيها غرامة 200 ألف جنيه ما يعني عندنا كورة فاشلة برضي خلي بالك يعني غرامة 200 ألف جنيه إذا الأهل يقرر إنه ما يكملش كأس مصر طب بالنسبة لكأس السوبر هقولك على مفاجأة وانفرد معك بها بالاطلاع على لائحة كأس السوبر لأننا كنت متوقع الموضوع ده فسألت الناس قبل مقضع ما حضرتكم في هذا اللايب اللي استثنائي لا يوجد أي عقوبات في لائحة كأس السوبر السوبر لأن هي بطولة من مباراة واحدة وهي إعلانية ولذلك أنت الدولة الوحيدة اللي بتلعبها في نص الموسم بتلعبها في أي وقت في أي حتة في أي مكان يعني ده بتفتتح بين موسم زي كده ليفربول لما فزع المان سيتي وخاد الكأس الخيرية ده أول مباراة في الموسم معروفة من أول ما الناس قرقت القرى في إنجلترا لكن إحنا كأس السوبر منن ما تكون فاضي تعال نلعبه سواء ده عنوانه هذك شوف منن ما تكون فاضي تعال نلعب كأس السوبر مع بعضين في أي حتة في الدنيا وممكن خلي بالك إيه يجبوا لك أي فريقين يعني الزمالك مثلا بطل الدوري والأهل مش عالي لعب عاجو ولا يهمك يقول لك الزمالك والهابط مثلا أي حاجة الزمالك والمقصة المهم يبيع ويلمه فلوس أهم حاجة كأس السوبر يكون في أهلي أو زمالك فالأهلي لو ملعبت كأس السوبر ولا أي غرامة ولا ربع جنيه عليها ولا ربع جنيه بيقول لك الساعة 9 صفحات النادي الأهلي ده خبر عاجل لنا يعني عيتوحدوا خلف مجلس الإدارة وعيعملوا زي موقف موحد قل عمر جمهور الأهلي هو أقوى عنصر في النادي انقسامنا وتشتيتنا كان أحبم على قلب أي حد من مصلحته واخد بالك صديقي العزيز بيقول لك أن إحنا متفقين واتحدنا خلف هذه القرارات ودي أكتر حاجة بسطانة كمان نصف ساعة من الآن وتسعة بالضبط معدنا عشان نقدم ملحمة عشارك فيها كل صفحات وجمهور الأهلي بلا استثناء ونعرفهم يعني إيه الأهلي يعني إذن التسعة مساء الخميس النهاردة بعد دقائق من الآن جمهور الأهلي عيتوحد على كل صفحاته خلف مجلس إدارة النادي الأهلي عيتوحد على كل صفحاته خلف إدارة النادي الأهلي وده شيء كويس وده شيء كويس يا جماعة في مصيبة في كرسة أنت كل اللي بيحصل ده ورئيس لجنة الحكام مش موجود في مصر يعني الأهلي بيطالب بيقالة حد اسمه له الخفي الراجل جامل المغرب قال لهم عندي محاضرة في دبي وطلع على تونس من غير ما حد يعرف ولولا الصدفة خلتنا حد أصدقنا في تونس شافوا بالأمس العصر في ضيافة وديع الجريع